أقل من أسبوعين باقي على انطلاق بطولة أمم آسيا 2023 ومنتخبنا الوطني العراقي عنده اختبار صعب جدا أمام المنتخب الكوري الجنوبي قبل الدخول إلى بطولة أمم آسيا بالتأكيد اليوم رح نتكلم عن مباراة العراق وكوريا وأهم اللاعبين رح يختارهم كاساس والتشكيلة ماتة نطلعنا لايك وسبسكرايب وخليني نبدأ الحلقة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يارب تكونون بخير أنا حسى أبراهيم وياكم شوية شوية نتقرب إلى بطولة أمم آسيا أتمنى أشوفكم كلكم متواجدين في قطر نلتقي ونسوي حلقات وفيديوهات كلش مميزة مبقت إلى أيام قليلة ونروح إن شاء الله إلى الدوحة ونقدم بطولة مميزة للمنتخب العراقي وهذا ما يتمناه الجمهور العراقي لكن قبل أن نروح للدوحة المنتخب العراقي عنده اختبار كلش صعب اختبار كلش مسموح به ممكن أن تخسر ممكن أن يتسجل عليك هواية أهداف ممكن أن اللاعبين يخطؤون ممكن كلش يسوون هذا الاختبار سيكون في العاصمة أبوظبي ومن دون جماهير قد اللعبة تنقل على القنوات التلفزيونية لكن الشيء المؤكد أنها من دون جمهور لذا أتمنى من أعودكم أن تابعون هذه المباراة إذا نقلت وإذا سووا اللاعبين أخطاء فكلش مسموح لهم الشيء الوحيد اللي يمكن أن يكون ممنوع أنه بالإعلام يطلعون القنوات الرياضية العراقية أو البرامج الرياضية العراقية وتنتقد أداء المنتخب أو نتيجة لعبتنا أمام المنتخب الكوري الجنوبي فنان 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 اللي يختار مباراة كوريا الجنوبية سواء كان من الجانب العراقي أو من الجانب الكوري هذا اللي يختارها سوانا أو خلانا باختبار جدا مميز لأنه منتخب كوريا محتمل أنه نواجه بدور 16 أو إذا إحنا رايحين بالبطولة بعيد ممكن أنه نواجه بالأدوار الأقصائية لا مفر من ذلك فبالتالي أنه أنت تواجه منتخب كوريا الجنوبية بمباراة ودية قبل انطلاق البطولة بأسبوعين شيء يحسب إلك إذا تكلمنا عن منتخب كوريا الجنوبية فإحنا يعني إذا تتكلم عن تاريخ اللقاءات وهذه الأمور فنقدر نقول أنه أكو عشر لعبات ما بين المنتخب العراقي والمنتخب الكوري الجنوبي عام 2007 منفزنا عليهم جزاءات كان هذا الفوز الأول للمنتخب العراقي والأخير وفزنا عليهم بركلاتي الجزاء وتهن إلى المباراة النهائية فإذا تحضر هذه المباراة التي فزنا بها وحققنا البطولة فهذه المباراة كانت تاريخية لأنه كانت عبارة عن أول فوز بركلات الترجيح ما بين المنتخب العراقي والمنتخب الكوري وهناك أيضا أربع تعادلات بيننا بيننا وبين المنتخب الكوري يعني تتكلم عن أربع تعادلات فتشيل أن يعتبرها جيدة ونتيجة جيدة بالنسبة للمنتخب العراقي ويمكن كلنا شاهدنا تعادلوا بكوريا بالتصفيات المواهلة إلى كأس العالم وشلون إحنا بدينا قوي بحيث أنه بس تعادلنا وإياهم ارتفعت عدنا المعنويات وهذا الشي يدل على أنه منتخب كوريا من المنتخبات القوية بالإضافة إلى ذلك عدنا خمس خسارات أي منتخب كوريا بصراحة ما أخذ علينا منتخب كوريا من المنتخبات القوية على مستوى آسيا وعلى مستوى العالم اليوم تتكلم محترفية والأعباء الجيدين والمميزين والمحترفين بالدوري الإنجليز وبقية الدوريات فبالتالي أنا أقول أنه هذه المواجهة جدا مهمة بالنسبة للمنتخب العراقي كذلك هي مهمة بالنسبة للمنتخب الكوري الجنوبي لأنه المنتخب الكوري الجنوبي يريد يلعبوا منتخبات آسيوية ممكن أنه يشوف رتم المنتخب العراقي أو غير من المنتخبات فليهذا اختار المنتخب العراقي بال93 وعام 1993 لعب المنتخب العراقي ضد المنتخب الكوري وبوقتها المباراة انتهت 2 إلى 2 لعبنا سجل هدف يعني آخر هدف عراقي تسجل على المنتخب الكوري كان بال93 فالناس اللي مواردهم فوق الل93 يمكن ما شايفون منتخب عراقي أو لاعب عراقي يسجل على المنتخب الكوري لأنه آخر هدف سجل العراق بأقدام لاعبينه كان بالتلاثة وتسعين لكن أقدر أقول لك أنه بألفين وتسعة المنتخب العراقي خسر مع المنتخب الكوري الجنوبي 2-1 لكن الهدف تسجل بأقدام اللاعب الكوري الجنوبي فلأذا أقدر أقول لك وأنا متأكد أنه آخر هدف تسجل على المنتخب الكوري بأقدام عراقية كان بعام 1993 وهذا حافز معنوي لمواجبينه أنه على الأقل يكسرون هذا الرقم من 1993 إلى اليوم إحنا مسجلين عليهم بأقدام لاعبينه فعلي الحمادي ميمي وأي لاعب موجود بالهجوم أو بالوسط أنت من تلعب أمام كوريا الجنوبية إذا سجلت رح تدخل التاريخ رح تكسر رقم قياسي سلبي للمنتخب العراقي وأتمنى أنه ينكسر بهذه المباراة في العاصمة أبوظبي باختصار مبارياتنا الأخيرة وهي المنتخب الكوري بألفين وسبعة ما قدرنا نسجل عليهم برغم أنه إحنا فزنا كذلك بأسيا 2015 ما قدرنا نسجل عليهم إذا تروح للتصبيات الموهنة لكيس العالم لعبنا صفر صفرت عادة نوياه بكوريا وخسرنا ثلاثة صفر صدقني إذا بحثت هوايا رح تتعب وتريد شوف لاعب عراقي مسجل عليهم ماكو فليهذا أنا اليوم كلش متحمس أريد أشوف لاعب عراقي يسجل علي الحمادي أسهمك مرتفعة إذا سجلت قدرنا مننتخب الكوري الدنيا تنقلب ميمي حاليا الجمهور كله ينتظر عودتك صدقني إذا سجلت هدف على كوريا الجنوبية رح يكون هذا الهدف مميز ويخليك تنافس على الأساسية فلهذا أكو هوايا أشياء أو أمور تخليك أنه تشوف المباراة وتخلي لاعبين يشتهون أنه يسجلون هدف لأنه اسمهم اسم أي لعب عراقي رح يسجل ويكتب بالتاريخ من 93 تخيل يعني يكون لاعب مواليد أكتر من 93 قبل ما ينولد المنتخب العراقي يسجل أدف على كوريا ولحد الآن ما مسجلين فأنت تتخيل شنو الموجود تتخيل إنه عنا شن عدنا تاريخ سلبي مع المنتخب الكوري واللي إن شاء الله نكسره هذه المباراتان ليش أشوفها إنه جيدة عام 2007 من فزنا عليهم ومبارات آسية كان عدنا مبارات أمام المنتخب الكوري مبارات ودية اللعبة ضد المنتخب الكوري وبوقتها المنتخب الكوري لزمنا معاطنا معاطي ركز على هاي المفردة معاطنا معاط لعبنا وياه وخزرنا 3-0 نور صبري أخطأ بالمبارات جاسم غلام أخطأ بالمبارات الدفاع مالتنا كان شوارع العجوم مالتنا والوسط ما وصلت لطوبة بهذه المبارات المنتخب الكوري إذا واحد كوري ويشوف المبارات يقول أنت وياه من جيدة لعب وياه منتخب عادي منتخب ضعيف وهو المنتخب العراقي المفروض أني ككوري هلعبوية منتخب أقوى لكن هذه المبارات استفاد من عدها المنتخب العراقي بقيادة فييرا فييرا خزرت 3-0 قبل البطولة لكن البطولة جمعتها بالأدوار الإقصائية أمام المنتخب الكوري الأهداة كل شي تغير نور صبري اللي خطأ بالمبارات الودية وتسجل عليه أهداف صار أسد أمام المنتخب الكوري أو بأمم آسيا بالمبارات الرسمية جاسم غلام اللي الهدف الثالث تسجل عليه بعد أن عبره اللاعب الكوري المباراة الرسمية جاسم غلام كان سد منيع وصلح كل أخطاء أمام المنتخب الكوري خط الوسط مالتنا والهجوم اللي كان يتفرج بالمباراة الودية بأمم آسيا لعب دور مهم وهجومنا يمكن ضيع ثلاث أو أربع فرص مقارنة بالمنتخب الكوري اللي وتيحت إلى يمكن فرصة أو فرستين المباراة إذا قارنتها ما بين المباراة الودية والمباراة الرسمية فالمنتخب العراقي تغير 180 درجة مع المدرب فييرا وبصراحة هذه المباراة الوحيدة اللي تشوفها عندما نواجه المنتخب الكوري الجنوبي وتقول بها أنه المنتخب العراقي فاز على كوريا الجنوبية باستحقاق بجدارة واستحقاق وهو المنتخب اللي كان يستحق أن يروح إلى المباراة النهائية ويحقق البطولة هذا الشيء اللي أريد أذكره لكم ذكرته لسبب واحد منتخبنا العراقي تارب عام 2007 قبل أن يدخل إلى البطولة ما كان مرشح حتى أنت إذا تتكلم عن لاعبين المنتخب العراقي إذا اليوم أنت تقول يونس محمود ونشأت أكرم وقصيم ونير وهوار وكرار وكل اللاعبين اليوم أنت وصولا إلى عام 2023 حتى بنهاية 2023 إذا تسألني عنهم حقول لك إيه هذولا نجوم المنتخب العراقي ونجوم 2007 لكن قبل 2007 إذا سألتني المنتخب العراقي وأمم آسيا راح أقول لك لا والله الوضعية مالتنا كلش مكيسة الوضعية مالتنا يحتاج لها معجزة عنه ونحقق بطولة أمم آسيا فأنت قبل انطلاق البطولة المنتخب العراقي صح كان بيه شوية نجوم لكن على مستوى القارة ما كان اسمهم قوي بعد إن حققوا بطولة أمم آسيا صعدت أساميهم وبشكل جيد راح يحشانوا الكابتن عدنان حمد وراحوا للأولمبياد وقدموا أشياء لكن أيضا أسهمهم ما كانت كلش مرتفعة وصولا إلى عام 2007 ومنها عدينا بطولة أمم آسيا وصلوا إلى التوب وصاروا إنه أسامي كبيرة فأنت اليوم أيضا هذا الموضوع يشابه مع المنتخب العراقي اليوم إذا تسألني عن منتخبنا العراقي قبل بطولة أمم آسيا راح أقول لك إنه منتخبنا العراقي بيه أسامي لكن إلى الآن ما نعرف مستوى المنتخب العراقي هو أن مواجهتنا أمام المنتخب الكوري هي مواجهة صعبة على المنتخب العراقي تخيل إذا سألتني هذا السؤال بعد شهر أو شهر ونص والمنتخب العراقي محقق بطولة أمم آسيا شون راح أقول لك؟ راح أقول لك المنتخب العراقي يمتلك لاعبين محترفين جيدين ومميزين فلان نجم وفلان نجم وفلان نجم وفلان نجم اليوم أنا أريد أحط النقاط على الحروف قبل انطلاق بطولة أمم آسيا عدنا لاعبين لكن على مستوى آسيا وكل عائبين أفضل من عندهم وبالنسبة لهم ومن محترفين حتى اللي عندنا محترفين على مستوى العراق ومميزين ورائعين وألف رحمة على والدي اللي جاء بالمحترفين العراقيين لكن إذا تكلمنا على مستوى العراق وكوريا بالتأكيد المنتخب الكوري محترفي أفضل هذا اللي أريد أوصل لكم فبالتالي مباراتنا أمام المنتخب الكوري إذا خسرنا بها 203040 ما لك حق أنه تأترض لأنه المنتخب الكوري هو منتخب قوي وأحنا منتخب واقعي لكن هل روح وإن شاء الله إذا التقينا بأمم آسيا ممكن أنه وضعية المنتخب تتغير مثل ما تغيرت وضعية منتخبنا ب2007 ما بين الودية والمبارات الرسمية أنا متوقع أنه المنتخب العراقي بعد ثلاثة أو أربع مباريات في أمم آسيا وضعيته رح تتحسن ورح يتقدم إلى الأمام ما أريد أقول أنه ما أريد أرفع الطموحات أعدكم لكن منتخبنا العراقي أنا أشوفه منتخب قد ممكن أنه يحقق المفاجئة بالمنطق أنه من يقدر نسوي شيء ببطولة أو أم آسيا بالمنطق لكن أنا دائما أقول أنه بكل البطولات أكون مفاجئة فلما لا؟ خلينا نتمنى أنه يكون المنتخب العراقي بهذه الفترة هي فترة المنتخب العراقي وفترة المدرب كاساس أو ممكن أن يسووا المفاجئة لا ترفع هواية الطموح لا ترفع هواية السقف التوقعات لكن بنفس الوقت خليك مؤمن بالمنتخب العراقي وحضوظك في هذه البطولة خلونا نعود إلى الحلقة ونقول أنه مباراتنا أمام المنتخب الكوري الجنوبي شنو اللاعبين اللي ممكن رح يختارهم المدرب كاساس المقدمة كلها حبيت أشرح لك أنه المدرب الكوري منتخب قوي ولديه أسماء قوية وحسا رح أبين لك أنه المدرب كاساس في ورطة حقيقية مع لاعبين المنتخب العراقي واني أعتقد بشكل شخصي أول قائمة للمنتخب العراقي اللي رح تعلن أو أول تشكيلة رح تعلن في بطولة أمم آسية رح تلاقي ترحيب من جمهور عراقي لكن بنفس الوقت رح تلقي تأثير سلبي من بعض الجماهير لسبب واحد احنا اليوم نمتلك عدة لاعبين نجوم بنفس المركز فتخيل أنه أنت مثلا على سبيل المثال في مركز الهجوم خيل أنه المدرب كاساس اختار ميمي على مد يبدأ به المباراة وهذا معنى أنه علي الحمادي ما رح يكون موجود بشكل أساسي بالمباراة الأولى وهذا شيء قد يكون موجود مع المدرب كاساس كذلك يبكي على الجهة اليمين المدرب كاساس رح يختار إبراهيم بايش وبالتالي منتظر ماجد رح يكون على الدكة في المباراة الأولى وإذا رحنا مثلا على الجهة اليسار اختار دانيلو السعد ممكن علي جاسم رح يكون على الدكة أو اختار علي جاسم دانيل لو السعاد رح يكون على الدكة إذا رحنا الخطة الوسط إذا شفنا أو اختار ثلاث لاعبين مثلا خلن نفرض زيدان أقبال بالإضافة إلى أسامة رشيد وأمير العماري وهذا معنى أنه أكو ثلاثة أو أربع لاعبين مؤمين بخطة الوسط من ضمنهم يوسف أمين وأحمد علي رح يكونون على الدكة فأنت تخيل أول مباراة رح يلعبه كاسس وأول تشكيله إليه شنو رح يصير بمواقع التواصل الاجتماعي وخصوصا إذا كان الأداة شوية متذبذب ولا سامح الله إذا المنتخب يتعثر فأنت تخلي هذه كل الأمور ببالك من تشوف تشكيلة المدرب كاسس لأنه بصراحة أنا كصانع محتوائجية أنه أريد أختار دعش لاعب أمام المنتخب الكري الجنوبي احتاريت فلهذا سويت ثلاث خطط رح أحاول أنه أحط بها اللاعبين لأنه مثل ما محتار كاسس أنا محتار ومحتار ومحتار وأنت كجمهور العراقي رح تهتار أول تشكيلة اللي رح نبدي بها خليقوا هي التشكيلة اللي دائما يلعب بها كاسس أربعة اثنين ثلاثة واحد فبالتالي بالتأكيد حارس المارمان جلال حسن على الجهة اليسار مير قاسدوسكي سعد ناطق ريبيا بالإضافة إلى ألان موحي هذو اللاعبين اللي رح يبدي بيهم المدرب كاسس أمام المنتخب الكري الجنوبي وقد يكون أمامهم أسامة رشيد بالإضافة إلى أحمد علي في خط الوسط أمامهم زيدان أطبال إذا أجب المعسكر إذا ما أجب المعسكر ممكن يلعب آخر بيدالة لعب آخر بيدالة بالإضافة بخط الهجوم على اليسار دانيلو السعد رح أختار بالإضافة على اليمين إبراهيم بايش هو بالهجوم علي الحمادي هاي تشكيلة ماتي أربعة اثنين ثلاثة واحد أمام المنتخب الكري الجنوبي واللي فضلت بيها مثلا ألان موحي على اللاعب إحسين علي لأنه أنا أشوف اللاعب يمكن هو الحيكون هو الأساسي أنا من وجهة نظرية أشوف أنه ألان هو الأوضل كذلك سعد ناطق وريبين ممكن فضلتهم على علي عدنان اللي أشوفهم أنه على الأقل هم قلوب دفاع حقيقية وبالتالي ممكن أنه علي عدنان ولعبين آخرين ينزلون بالشوط الثاني كذلك أسام رشيد وأحمد علي وزيدان أقبال هم ذول اللاعبين اللي دوخوني لأنه مرات عندك لاعب مثل أمجد عطوان عندك يوسف أمين وعندك لاعبين هواي بخط الوسط أنه أنت لازم تستغني عن واحد من عدنهم فبالتالي قاني قانعتي أنه اختاريت وسام رشيد وأحمد علي وزيدان أقبال على الجهة اليسار دانيل وسعد من اختاريته أنا فضلت على علي جاسم وفضلت أيضا على يوسف أمين اللي ممكن أنه يلعب بهذا المركز مع العلم أنه أنا كحسام أشوف أنه يوسف أمين هو اللاعب رقم واحد بالمنتخب العراقي مع زيدان أقبال كذلك الجهة اليمين من اختاريت إبراهيم بايش فضلت على منتظر ماجد لسبب واحد إبراهيم بايش من اللاعبين الثابتين بتشكيلة المدرب كاساس ودائما كل ما ينزل يسوي فارق لاعب ممكن أنه جوكر يعتبروه لاعبي دافع يلعب بالنص يلعب بالعجوم وبالتالي عنده طاقة لاعب ممكن أنه ينطيكه هاي أشياء ففضلت على اللاعب منتظر ماجد وخلوا بالكم يمكن أيضا حتى المدرب كاساس بالتشكيلة الرسمية يفضل إبراهيم بايش على اللاعب منتظر ماجد لأنه إبراهيم بايش صال لفترة طويلة ويا علي الحمادي اختاريت وفضلت على أي منح سين ومي بلأنه علي الحمادي بالفورما أردأ لكم شغلة واحدة بالنسبة إلى قائمة المدرب كاساس شكرا أتمنى أنه أشوف أربع مهاجمين بالمنتخب العراقي مع كاساس لسبب واحد أول شيء اليوم نتكلم عن قائمة تتكون من 26 لاعب بها خمس قلوب دفاع بالإضافة إلى لاعبين اثنين بالأظهرة ممكن أنه يلعبون بمركز قلب الدفاع يعني بالمجمل أنه إحنا عدنا سبع قلوب دفاع لكن بالعجوم عدنا ثلاث مهاجمين فقط علي الحمادي بالفورما ميمي لاعب راجع من إصابة وما نعرف شنو هو مستوى أو ما نعرف بعد هذه الإصابة الطويلة ما نعرف هل راح يكون جائز أو لا أي منح سين لللاعبين اللي يعتمد عليهم كاساس لكن أنتو تعرفون أي منح سين بالمباريات القوية يمكن يضيع هواية فرص فبالتالي أنا أشوف أنه أربع مهاجمين كان الأوضل أنه يسحب المدرب لسبب واحد لا سامح الله إذا صارت عندنا إصابة شنو راح يصير أي لاعب يصاب بالهجوم راح نكون نحن بمشكلة تخيل لا سامح الله عدد الحمادي ينصاب شنو راح يصير مهاجمنا الثاني أيضا عائد من إصابة فبالتالي راح نعتمد على المهاجم الثالث ممكن وهذا الشي اللي عندي كانت بملاحظة على قائمة المدرب كاساس كل الدعم والحب للمدرب كاساس والاتحاد العراقي لأنه أنا شخصيا يعني راضي على كل شي دي يسويه حتى على القائمة اللي نزلت لكن هي هذه الملاحظة اللي عندي أما تشكيلة ثانية اللي ممكن أنه نلعب بيه أمام المنتخب الكوري فرح تكون هي مثل تشكيلة المنتخب الكولومبي 5.4.1 هاي التشكيلة اللي ممكن أنه هي المنطقية ممكن أنه نحن 5.4.1 ندافع أمام المنتخب الكوري حتى بالبطولة الرسمية ممكن قدام اليابان نلعب 5.4.1 تكتيك منتخب كوريا فبالتالي رح أختار جلال حسن حراسة المرمى عبر مركز حراسة المرمى لأنه أنا أعتقد من الجلال حسن هو الحارس الأساسي فبالتشكيلات الثلاثة هو جلال حسن بالإضافة إلى دوسكي على اليسار على اليمين ألان محي ثلاث قلوب دفاع رح نلعب واللي هم كل من علي عدنان سعد ناطق فرانس بطرس هذول اللاعبين اللي رح نلعب بهم ليش مختارية ريبين سلاقة أردغير أردغير التكتيك ماتي أردغير التكتيك ماتي أردغير ريبين سلاقة بر أخلي وفرانس بطرس بتشكيلتي كيفي قدام رح نلعب من الأربع لعبين اللي رح يلعبون رح أختار أسامة رشيد أمير لعماري زيدان أقبال إبراحيم بايش شلون دبروهم وي هذول اللاعبين أربع رح يكونون دبروها لأنه إحنا دعنا نلعب وي منتخب كوريا وممكن أنه المنتخب الكوري يأذين بالهجوم فبالتالي بما أنه نعرف شوية دفاعنا شو حراس المرماش خنلعب خطة أحمو رسول الله خمسة أربعة وأحد أمامهم بالتأكيد علي الحمادي هذه هي خياراتي للخطة الثانية اللي قد يبدي بيها المدرب كاساس أما الخطة الثالثة رح نلعب مثل ما لعبنا أمام المنتخب الروسي واللي ما قدمنا بها مباراة حلوة وكل أمسات شاعت من زيدان أقبال بن عي حمادي وبعض اللاعبين لكن ما قدمنا بها ذاك الأداء الخطة شاعت عبارة عن ثلاثة أربعة واحد اثنين جلال حطوا جلال بكل مكان بكل تشكيل جلال وخلوني أعبر من مركز حراسة المرمى أمامه علي عدنان سعدنا تقريبين سلاقك ثلاثة يعني ثلاثة دفاع على اليسار مير خاز دوسكي على اليمين ألان موحي لا ستقول لي انتريش ألان موحي دائما تفضل على حسين علي كيفي هذا بختيار يعني يعني هيتش أشوفه أشوف أنه ألان موحي جيد وعنده خبرة أما في الوسط رح أختار أسامة رشيد بالإضافة إلى أمجد عطوان كالعب ارتكاز وقدامهم زيدان أقبال وأرجع وأقول إذا كان زيدان أقبال موجود أمام المنتخب الكوري هس تقول لي ليش اختارت أسامة رشيد بالإضافة إلى أمجد عطوان قال يشوفهم أنه ممكن يكسرون هجماته ممكن عدهم شوية هجوميا جيدين فهو كان أنه نسوي بيهم مرتدوية زيدان أقبال أمامهم رح الععب علي الحمادي أو ميمي مواجمين اثنين فهي رح الععب أسويها بمباراة وديها إذا ضبطت ويايا ممكن أنه أمشي بيها ببعض المباراة لكن خلونا نكون منطقيين أمام المنتخب الروسي ما فادتنا وما خلتنا نقدم مباراة حلوة مثل مباراة كولومبي اللي لعبنا بها بخمسة أربعة واحد قدمنا مباراة حلوة أنا تعبت من وراء حلقة وطولة وأنتم بهذه الفترة متحملين الحلقات مواتي طويلة فأنا كلش أشكركم شكرا لمتابعتكم إذا عندك أي ملاحظة تقدر تتواصل ويايا على موقع التواصل الاجتماعي موجود حساباتي أمامك أشوفكم بحلقات أخرى إن شاء الله ودعموا المنتخب العراقي لآخر اللحوة مع السلامة